أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثمة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنهم وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام والهدي مع كوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطغوهم فتصيبكم منهم معروة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالعق لتدخلن المسجد العرام إن شاء الله إن شاء الله محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورقوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنديل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعذ الله الذين آمنوا وعملوا الصالعات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة